السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة طالبات التعليم الفني مرحبا بكم في قناة التعليم الفني في بيتنا مدرسة من التلفزيون والمصري ابنائنا وبناتنا ان شاء الله الايام دي معتنا مع التقديم للمدارس الثانوية والثانوية العامة والتعليم الفني بنوعيته سواء تعليم صناعي او تعليم تجاري او تعليم زراعي او تعليم فندقي النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض ما هو التعليم الفني وخصوصا التعليم الصناعي بصفة ان احنا تخصص زملائنا الافاضل في التخصصات التانية في التعليم التجاري والتعليم الزراعي اتكلموا باستفادة عن ما يخصهم النهاردة باذن الله مع بعض هنتكلم الى حد ما تعريف بالتعليم الصناعي بنوعياته المختلفة التعليم الصناعي احد قاطرات التنمية في بلدنا بدأ لاهتمام التعليم الصناعي منذ الخمسينات كانت الاول ابارة عن ورش وبعدين اتعملت في المصانع اللي هي التدريب المهني وبعد كده اتطورت الى المدارس الصناعية اللي اتبنت في بعد الصورة على طول صورة اتنين وخمسين بدأت في بعض الاقسام ومعها كمان التدريب المهني ووزارة الصناعي ابنانا وبناتنا بدأت هذه المدارس تشتغل وكانت ومازالت بتخرج اعمدة الدولة للفنين اعمدة الدولة والكلمة دي كبيرة شوية ولكن هي مهمة جدا انك تفهمه او تعرفه ان التعليم الصناعي الهدف الرؤية بتاعته اخراج فني ماهر اخراج فني ماهر قادر على التعامل مع السوق المحلي ومبدع في الاخر ده مبدع طب جات من اين كلمة مبدع ده احنا بناخد الدبلوم واه الابداع ان انت حضراتكو لما بتتدربوا كويس وبتشتغلوا في المدارس مع زملائنا الافاضل وبتتعلموا كويس بيتكملوا كليات الهندسة وكليات التربية وكليات الفنون الطبقية وفنون جميلة معنى ذلك ان ده في اه كليات كتير جدا اطبعا يعتبر التعليم الفني الباب الخلفي للجامعات باقل التكاليف نقول صراحة كده مع بعض باقل التكاليف والتعبها وتعب المذاكرة في التعليم الفني لا يمكن يكون يضاهي الثانوين العامة بالنوعيات بتاعتها لكن محتاجة تركيز واكتساب مهارة والاستماع الى المعلمين والمدرسين والمدربين معك طيب يا مستر كده التعليم الصينية عامة بيدخل كليات هنقول الاقسام الكهربية اللي فيها الالكترنيات والحاسبات والكهربة وبعدين الاقسام الميكانيكية وتشمل حوالي عشر تقصصات منها ميكانيكا قوة وميكانيكا انتاج وميكانيكا يعني حاجات كتير جدا وفيه الاقسام المعدنية اللي فيها الاساس المعدني والحديد والمعادن وفيه كمان الأقسام اللي هي النسجية اللي فيها الملابس والتريكو واتباعة المنسوجات فيه كمان الأقسام المعمارية والمعمار أو القسم العمارة فيه حوالي أربع أقسام من داخل وفيه نجارة العمارة وفيه البياض والتشطيب والبناء فيه أقسام الخشبية اللي هي النجارة فيه الخرط والحفر الخرط والحفر اللي هي الأشغال اليدوية اللي هي بنقولها كده زي سوق الرويعي دي في المدارس بتاعتنا وبيطلعوا منها تحف جميلة جداً وبسم الله مشاء الله مرتبطين بسوق العمل ففيه أقسام كتير جداً بجانب الأقسام اللي فتحت مع التطور العلمي اللي حصل في بلدنا من ناحية الاهتمام بالتخصصات يعني فيه بعض التخصصات زي مدارس صناعة أو سياغة الدهب دي ما كانتش موجودة فيه مدارس البترول ودي ما كانتش موجودة فيه مدارس الانتاج الحرب اللي هي خاصة بالمصانع الحربية ابتدت المصانع والتوسع فيه الاهتمام بالجيل اللي طالع على التعليم الفني فيه من بقالها فترة طفرة جميلة جداً وزالت عليها كمان الطفرة اللي حصلت انهم خبراءنا في التربية والتعليم عملوا منهة جديد اسمه الجدارات اللي هي الجدارات اللي التعامل بيها الطالب الفني فني اعتبر فني ما ثانياً تطوير المناهج تطوير المناهج اللي حصل انه هو بيحاول يلحق الطالب بسوق العمل مع تطور المناهج كان زمان الورشة بتاخد يوم وبقيت الايام كلها نظري فكانت بتبقى فيها حتة عملية وليلة شوية والنظر كتير الجدارات ابتدت تقولك العملي زي النظري يعني الورشة زي النظر تب ليه قالك يرتبط الطالب بالعمل او يرتبط الطالب بالمادة ثم ينتقل لسوق العمل مباشرة دون الحاجة الى تدريب اخر كان بعض ابنانا ما بيجي تعيينه فيه الشبكات الكهرباء او المحطات كان لازم ياخد فترة التدريب عشان يوازن منهجه اللي هو درسه فيه التعليم الصناعي مع التطور العلمي اللي حصل طب وفيه تطور كتير اوي حصل كتير اوي وخصوصا الدوار الالكترونية الدوار الالكترونية ويمكن احد الزملاء قالها في حالاتنا انت عندك السلك ببقاش عبارة عن سلك معدن او سلك نحاس ومغطي المطاط بتاعه والعازل ده فيه سلك اللي هي الالياف الصناعية اللي بتمشي فيه حمامات السباحة وتنور يعني العامة بيحسبوها لومت لمبات متنور لأ دي بتبقى سلوك معينة بطريقة معينة مصنوعة من التطور بتاعه التنور فيه بعض الدوار الكهربية دلوقتي الالكترونية اللي هي دخل فيها الترانزيستر والسيرستر تلاقي بعض الاماكن طبعا في التجابة الاماكن زي التوسعات المعمارية اللي حصلة في بلدنا بالكهربا بالرموت عايز يفتح الباب بالرموت عايز يفتح اللي يولع اللمبة ينور اللمبة بالرموت الستار بالرموت فكلها الكهربا دخلة فيها الدوار الكترونية مع الدوار الكهربية ما بقيناه زي الاول نبقى نقول احنا بنعلم الولد توصيلة لمبة ويعني يا رب يطلع يشتغل برة مع المهندسين عشان يتعلم لأ دلوقتي التطور العلمي او البحث العلمي اللي شغال في الوزارة بقاله فترة انه ولك الولد او الطالب هو داخل بعد الاعدادية يبتدي يتعلم ازاي يعمل الكلام ده كله طبعا التخصصات اللي احنا قلنا عليها كلها بنقولها عامة لولدنا المقبلين على المرحلة الثانوية وخصوصا التعليم الصناعي التنسيق قمان نزل والدرجات اتحددت طيب انا دلوقتي دخلت قسم كهربا مثلا انا ده هنكلم عن التخصص بتاعنا لو تخصص الكهربا ايه الكليات المتاحة ليه ايه المعاهد المتاحة ليه لو قلت لك ان في معاهد خاصة يعني على سبيل المثال زي معهد معهد الصحي في انبابة او هو سبع معهد على مستوى الجمهورية بياخدوا عشرة طلبة كهربا وعشرة طلبة الكترونيات من التعليم الصناعي يعني هو اسمه معهد الفن الصحي يعني ايه بقول لحضرتك انت بياخدوا عشرة طلبة كهربا وعشرة طلبة الكترونيات بيتخرج فني اجهزة طبية طبعا باللغة العامية فني اجهزة طبية يعني بياخد كام يعني هيتخرج ياخد كام لقد بياخدوا فلوس طبعا كتير قوي لانه مختص بصيانة الاجهزة الطبية التي تعمل عليها المستشفيات والدكاتر ده ممكن يكمل او بيكمل بيخش كلية الهندسة الطبية ده احد المعاهد انا مش طبعا مش هنتكلم على المعاهد اللي موجودة كلها واحدها طبعا ربنا يكرمكم كلكم المعاهد الفني القوات المسلحة اللي هو خير اجناد الارض اللي بتخرج منها الظابط فني في القوات المسلحة طب الكليات في عندها كليات الهندسة وبعدين يعني في معادلة او في المجموع بتاعها فيه كليات تربية وفيه كليات تعليم صناعي هل انت هتاخد الدبلوم وتكتفي ان فيه كل واحد بقراءه بدماغه بيبتدي يشتغل على رؤيته هو احنا كاباء وكمعلمين بنوضح لك ونوجهك للرؤية الصحيحة حسب خبراتنا انت ليك حاجات تانية معينة احنا بننصحك بالاصح طيب قسم الكهرباء عبارة عن ايه طبعا احنا كلنا اول ما اقول لك قسم الكهرباء بعدها بيوصل لامبة بيوصل لك قسم الكهرباء محتم بحاجات كتير جدا وهي طبعا مش حاولها يعني انتماء للقسم الانشاءات المعمارية او المعمار او التطور المعماري اللي حاصل في البلد في الفترة اللي فاتت كلها ايما على التخصصات الفنية اللي هي المعمار اللي هي المباني والديكورات طبعا والكهرباء الاساس يعني هو هيشتغل في الصحرة مش عايز ينور مكان ما بيشتغل مش عايز يولد كهرباء عشان يشوف اللي الدنيا فيها ايه مش عايز يعمل اجهزة مسح عايز الكهرباء تدين له الكلام ده كله فمعنى ذلك انه هو مش هيستغنى عن قسم الكهرباء ولا الفنيين ولا المهندسين اللي ان شاء الله ربنا يكرمكوا جميعا فيها معنى ذلك ان القسمه مهم جدا من ضمن الاقسام المهمة كلها في التعليم الصناعي كلها اقسام مهمة وكل واحد متخصص في مجاله وفي عمله بنا تحيز بس في حلقاتنا على تخصص الكهرباء شوية على اعتبار ان زملائنا الافاضل في جميع التخصصات اتكلموا عن تخصصاتهم طب قسم الكهرباء او كلمة الكهرباء يعني فيه كلمة كانوا لهانا ده كترة في الجامعة ربنا يديهم الصحة ويجعلهم لما نارة يعني قالك الكهرباء لا تفنى ولا تستحتها لا تفنى ولا تستحتها كهرباء موجودة موجودة فيه الكهرباء الطيارية وفيه الكهرباء الستاتيكية وفيه فيه فيه حنشرح هذا الكلام ابنانا وبناتنا مع بعض وحنقول ايه هي مخاطر الكهرباء وايه المواد يعني احنا ان شاء الله بس ربنا يكرمنا والحلقة دي تكفي حنقول لك ايه المواد اللي انت ممكن تدرسها بقسم الكهرباء لكن بدايتنا ابنانا وبناتنا عايزين ناخد فكرة عامة مخاطر الكهرباء ايه أنا أعايز أخش قسم الكهرباء بس أعايز أعرف قبل ما أعرف فوايده أعرف المخاطر بتاعته بيتكلم إزاي أو بتتعامل إزاي حنقول حاجة عامة على جميع التخصصات ودي المادة حضراتكم بتدرسوها في الصف الأول والصف الثاني اللي هي مادة الأمن الصناعي مادة الأمن الصناعي تعتبر هي دلوقتي الريفرنس في جميع المصانع ومحطات الكهرباء على مصدر العالم أي مصنع تخشه تلاقيه واقف الرجل الحارس اللي بره لابس لبس معين تدخل عند الورشة تلاقيه لابس خوزة معينة للعمل معين هتخش المصنع من جوة تلاقيه لابس زي معين بكازلك معين بقفازات معينة لابس بيعود بيلحمة تلاقيه لابس نظرات وقية التعليمات الأمنية هي أمان لحضرتك من دلوقتي هو احنا بنحافظ على أغلى حاجة في الكون وهو الإنسان اللي هو العنصر البشري لما حضرتك بتتبع تعليمات الأمن اللي يا سيلف بتندي سفتي بالنسبة لك بنقول ان احنا بنحافظ على أغلى حاجة مش طب عصا انا بشوف الصناعي بيخش يمسج السلكة كده والقربة هنا الخبرة بتقع في عامل معاه لكن حضرتك لسا جاي من الإعدادية مبتدئ فلازم تتبع التعليمات لغاية ما تاخد الخبرة والمهارة وابتدي اشتغل برضو بحرص شديد ليه؟ لأن القسم الوحيد اللي مفهوش غلطة الغلطة فورة زي بقولوها في الحالة العملية لدعا في الكهرباء لقدر الله بتؤدي إلى الوفاة فلازم ناخد بنا أبنانا وبناتنا من التعليمات الأمنية ليه هذك على سبيل المثال حضرتك داخل المدرسة بتخش المدرسة بيقولك الزي بتاعك الكاب الحزاء الشعر يكون كذا طيب هتخش المعمل هتعمل تجارب على أجهزة في قواعد لازم تاخد بالك من أولا المعلم بتاعك أو الأمين المعمل بيشيل كابل الوحدة بيقولك ما تلمس جهاز ده لاش بقى أن أنا قاعد أعمل عيدة على الجهاز 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 أصلا فيه ماس هو الراجل بيقولك ليه سالين لما تيجي تعمل تجربة لازم المعلم بتاعك يكون واقف ولاش حتة الفهلاو لا ده أنا عارفها يا سيدي هو واقف معاك بيعلمك مش عيب أبدا أنه أنا شوف الحاجة بتتعامل وبعدين أعمل زيها وطور احنا منتظرين منكو هذا الكلام التطوير أبنانا وبناتنا لأن فيه ربنا يبارك فيه شبابنا جميعا فيه منكو شباب بيطور الحاجة اللي موجودة احنا فجينا في بعض السنين يعني الطلبة تفوقت بطريقة الله أكبر ربنا أحرصهم ابتكروا حاجات فيه الأجهزة الكهربية اللي عندنا اللي هي المعامل بطريقة معينة جميلة جدا وبسيطة جدا بقينا نشتغل معاهم إحنا وابتدوا طبعا نكملوا بسم الله من شاء الله واخدوا براءة اختراع على ابتكاراتهم ليه؟ هم التزموا بالتعليمات الأمنية والشرح والانتباه معنى كلمة هندسك عربية أنا طولت عليكم في المقدمة لكن أولادنا لازم يعرفوا الطريق فيه إيه؟ سواء شمال أو 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 يمين أو غرب أو شاء الله التعليم الفني بنقول هو قاطرة التنمية في مصر ما في مكان إلا ما بيحتاج فنيين ومهندسين متخصصين تم هما بيتخرجوا من الثانوية العامة ما حضرتك ممكن تتخرج من الصناعي من الصناعي وتخش الكلية وبرضو تبقى زيك زي زميلك اللي تخرج من الثانوية العامة حتى تميز بحاجة وحاجة مهمة جدا وإحنا جربناه وإحنا في الجامعة المواد الفنية اللي بتاخدها وإنت متمرس فيها كويس جدا من الشرح والمذاكرة بتفوق فيها طالب الثانوية العام هو بيتميز عنك في الرياضة والإنجليزي شوائي ومع ذلك في التطور المناج يعني خبراءنا الأفاضل في الوزارة خدوا بالهم من كلمة اللغة الإنجليزية ثم الرياضيات كثفوا فيها شوي طيب إحنا كده خدنا فكرة عامة عن التعليم الصناعي وفكرة جميلة برضو إن إحنا ناخد بالنا من التخصصات يعني عندك حتى التخصصات الكعربية في منها إلكترونيات وحاسبات وتركيبات وموادات كعربية إحنا بدأ اختصر المعلومة نقول قسم الكعرباء قسم الكعرباء وأبسط حاجة تبين لك أهمية التخصص عندنا وأهمية التخصص في جمهورية مصر العربية خاصة ربنا يحميها بأهلها يا رب السد العالي السد العالي اللي ساعة ما تبنى سنة 62-63 كان بيغطي كهربية نص مصر طيب ده محتاج كان محتاج فنيين للكهرباء والعمارة والميكانيكة أدي إيه طبعا المهندسين وجيشنا العظيم كان له دور في البناء أياميها لكن بعد كده افتتحوا هناك في أسوان مدارس فنية وكان على رأس التخصصات قسم الكعرباء بعد كده بدأت المحطات النموية ومحطات توليد الكعرباء على مستوى جمهورية مصر العربية يبقى احنا تخصصنا من أحد التخصصات المهمة والمطلوبة إلى مدى الحياة بدليل أن ما فيش بيت يأخلوا من طيار كهرابي أو جهاز كهرابي للإصلاح أو للصيانة أو للاستقبل تمام؟ كده احنا خدنا فكرة عامنا أبنانا وبناتنا نحببكو ونعرفكو معنى كلمة تعليم صناعي وخصوصاً اللي احنا في حاليتنا النهاردة قسم الكعرباء طب هو قسم جميل وكويس والشرح بتاع حضرتك كده حببنا فيه لا اللي هو مخاطر ومخاطر لابد أبناء قسم الكعرباء بالتحديد ياخدوا بالهم جداً جداً منها طبعاً مش هنشرحها باللايف كده لكن هنكتبها مع بعض طب هنكتبها ليه؟ لأن حضرتك محتاجة جداً هتخش أو تدخل للمنهج أو تخش التعليم الصناعي وإن شاء الله إذا كنت قسم كعرباء هتبتلي تاخد بالك من الكلام اللي احنا شرحناه في التلفزيون في قناة التعليم فاني تقول آه ده احنا شفناها لا ده احنا عرفنا الكلام ده على الأقل تبقى داخل إن شاء الله بالتوفيق محضر التعليمات اللي انت هتمشي عليها مع السادة الزملاء ومعلمينك في المدارس كلمة الهندسة الكعربية تعالوا نشوف شاشتنا الجميلة بتقول إيه هنا عندنا هناخد مقدمة في إجراءات السلامة في عمليات الصيامة أولا بنحاول نسلط الدوزة ما احنا قلنا في الكلام في الشرح بتاعنا في هذا الموضوع على منع وقوع الحوادث والإصابات في الورش ومواقع العمل وتخفيف خدوا بالكم اللي انا قلت أكبر صروة هي حضرتكو صروة البشرية ربنا يحميكو جميعا وتخفيف الآثار النتيجة عنها الجسدية والمدينة وكيفية الوقاية ودي ركزوا أبنانا وبناتنا فيها أوي كيفية الوقاية من حوادث العمل فهي واجب إنساني حثنا ديننا عليها في حفظ النفس ونولنا هذا الكلام في المقدمة إن أغلى صروة هي الصروة البشرية خلقة الله سبحانه وتعالى في علا قبل كل شيء وهو يهدف إلى تأمين ظروف عمل آمنة من المخاطر أو حوادث مفاجئة للمحافظة على صحة العاملين وسلامتهم وليقتهم تعالوا نشوف تتمثل مخاطر الكهرباء فيما يحدثه الطيار أو الشحنة الكهربائية من ساق ساق يعني زي يقولوا كده إيه لا دعا كده أو صدمة كهربائية للإنسان وما يحدثه الشرر الكهربائي وتفريغ الشحنة المفاجئ من حروق وآلام وغيره اللي هي حضرتكم بنتكلم على الإصابات اللي بتحصل ودي حاليا يعني بتحصل في بيوتنا وفي الشوارع إزاي بتحصل مثلا قفلة بتقولوها قفلة احنا بنقول عليها شرط اللي هي قصر أو شرارة حصلت على سبيل المثال الشرط ده بيحصل من إيه أو القفلة دي بتحصل من إيه في تلامس أسلاك في جسم مية هنتكلم عن هذا الكلام بالتفصيل عايزكم تاخدوا بالكو قوي من الحاجات دي لإن زي ما قلناها في مقدمة الحلقة إن الكهرباء غلطة ما لهاش رجعة الغلطة في الكهرباء ما لهاش رجعة أو الغلطة بفورة بالمثل الشعب فناخد بالنا الشرارة دي أو لما جاء لمس سلكتين تلاحظ الرجل المعر حتى بيلمس السلكتين وخايف منهم لإن الشرارة بتاعتها ممكن لقدر الله تحرق العين ثانيا في قواعد معينة هنقول لكم عليها في التعامل مع الكهرباء وبعد كده هنقول لكم عناصر الدائرة الكهربية إيه وإزاي تتعامل معاها الوحدات العامة اللي إحنا هنقول مش متخصصين وحنقول برضو بعض التخصصات اللي إنت هتشتغل عليها إن شاء الله في القسم التاني تعالوا نشوفها بعض هناك نوعان من الكهرباء هنبتلي بقى نعرف الهندسة الكهربية معناها هناك نوعان من الكهرباء أولها الكهرباء الطيارية ودي اللي إحنا بتستخدمها في حياتنا العملية اللي هي الكهرباء اللي بتمر فين في أسلاك أما الكهرباء أما الكهرباء الإستاتيكية اللي هي بتتولد على شكل شحنات تتركم على سطح المادة العادلة حتى إذا دادت ووجدت طريقا أو فرصة للتفريغ أفرغت شحناتها دفعة واحدة محدثة شرارة كهربية تتوقف شدتها على كمية الشحنة التي تركمت من أولها كده ما فهمناش حاضر إيه بقى الشحنة الاستاتيكية أو الكهرباء الاستاتيكية دي حاضر طب الكهرباء الطيارية واضحة اللي هي الكهرباء اللي بتنورنها زي الستوديو ده أو الكهرباء اللي إنت حضرتك بتشوفنا عن طريقه عن طريق الشاشة دي سألة الكهرباء اللي حضرتك بتدوس على المفتاح اللمبة بتنور دي الكهرباء الطيارية اللي هي بتمر فين في الأسلاك الكهرباء الاستاتيكية اللي هي الشحنات المتركمة زي إيه هنقولها زي بعض كده يعني كنا بنقولها في الفيزياء زمان اللي قد لها ما تمسك ساق من الزجاج واتدلكوا بحطة من الصوف كنا بنقعد نلعبها كده ايامنا واتدلكوا بحطة الصوف تيجي تقرب ناحية الورق تبتدي تعمل ايه؟ بتجزب الورق هنا شحنات مجابة وشحنات ايه؟ سالبة بتتعمل طب الجماعة يعني اهالينا في الارياف كان انت اقول لك في مجال مغناطيسي حوالينا العمود ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل اقول هلك بطريقة بسيطة جدا عشان تعرف يعني ايه؟ الكهرباء الساكن العمدان الكهرباء او خطوط النقل الكهربية اللي في الارياف بيبقى فيه تحت منها زرع الزرع دوت من المجال المغناطيسي وده هنتكلم عليه فيه المناهج بتاعتنا ان شاء الله بتخترق الزرع اللي موجود تحت فيه الارض كنا زمان بنهزر مع بعض نمسك مثلا حزمة او اي زرع مزروع ونحطه على افنة كده يلزع هو عمل ايه؟ هو خزم الشحنة ولما حطيتك خدت شوية الزرع كده روح تحطيتهم على هنا او على زميلك زي ما كنا بنظر فبتعمل عملية تفريغ للشحنة طب دي حاجات ايه؟ بسيطة يعني بنقولك هي دي الكهرباء الاستاتيكية اللي هي بتبقى متراكمة في حتة معينة شحنات ساكنة بس عند التفريغ لا قدر الله حسب كميتها بقى بتعمل اثار وحرائق لا قدر الله يعني ربنا يغنينا عنها جديد انا قلتها ببساطة طبعا مش هنشرح بالتفصيل لكن احنا بتتكلم كمان كلام عام عشان تبقى فاهم يعني كهرباء طيارية ويعني كهرباء استاتيكية او ساكنة دي اول كلمتين نعرفهم عن الكهرباء تعالوا نشوف مع بعض نقول مع بعض والكهرباء الطيارية هي الكهرباء التي تتولد في مولدات تعمل بمحركات غاذية او بخارية او مائية او ذرية وتنتقل عبر الاسلاك والكوابل من محطات التوليد الى خطوط النقل ثم الى محطات التحويل في الشوارع ثم الى الابنية المختلفة من خلال عدادات المنازل ثم تستعمل في الاجهزة المختلفة للانارة والمكيفات والبردات والغسلات كل ما تخص الكهرباء الكهرباء الطيارية كيفية تولدها وينقلها من السد العالي على سبيل المثال عشان توصل لحضراتكم في البيوت لها قصة وشرح اللي هي اساس توليد الكهرباء هنتكلم على فكرة صغيرة ان شاء الله اثناء الحلقة دي والحلقة اللي جاي بازن الله ازاي نولد كهرباء بابسط القواعد وابسط الطرق وبعدين نشوف اللي بعدها ولمعرفة تأثيرات الكهرباء لابد من معرفة وحدات القياس المختلف النقطة دي مهمة يا ابنانا وبناتنا يقول لك قصة الانبير عالي قصة جاله انبير عالي دخل جسمه عمله رعشة قصة المقاومة بتاعته ضعيفة طب انت عرفت الانبير يعني ايه وعرفت المقاومة يعني ايه وعرفت الجهد اللي متصلت عليه يعني ايه ده الكلام في العامة الناس اللي هي اهلينة في العامة يقول لك قصة واخد انبير عالي هو ما يعرفش انبير عالي هو اسمعها لفظ دارك قصة الطيار كان شديد طب هو الطيار عبارة عن ايه انت حضرتك كان متخصص في قسم الكهرباء لازم تعرف كلمة الطيار يعني ايه ويتقاس بايه وتعرف جهد يعني ايه والمقاومة درجات وانواع وامتى تكون ملامسة للمية وامتى تكون مقاومة صغيرة قد كده بس قيمتها بالقوم قد كده كبيرة فاحنا بنقول لك البساطة في التعريب بقسم التركيبات والمؤدات الكهربية اللي هو كانت تعالوا نشوف بعض الوحدات لأجهزة القياس اللي موجودة المختلفة اول حاجة قلناها الجهد الكهربية او الضغط جهد اي موصل هو حالاته الكهربائية التي تدل على اتجاه صرايان الكهرباء منه او اليه عند اتصاله بموصل اخ كمية الجهد على سبيل المثال وهنشرح كل نقطة بالتفصيل انت حضرتك الضغط بكه كام يقول لك الضغط عندنا ميتين وعشرين وهو ده الجهد بتاقك ده الجهد اللي انت شغال عليه جهد كهرباء بالفولت ميتين وعشرين فولت لا بس في بيت جنب مننا في ورشة بتاخد تلتمائة وتمانين تاخد تلتمائة وتمانين ايه فولت يبقى الجهد ايه لا ويعد القياسه ايه الفولت ده الضغط اللي هيجي لك الجهد بتاعت اللي هو فرق الجهد بين نقطتين بين نقطتين طبعا مش هنقوله بالتفصيل يعني اوي لان احنا مش في الاحترافية دلوقتي الاحترافية ان شاء الله في بداية العام الدراسي هنحاسب بعض على كل كلمة وهنقول لك دي ايه ودي ايه ودي ايه تمام الجهد التانية او الحاجة التانية اللي هي فصريان الكارباء من مواصل الاخر لا توقف على كمية الكارباء في كل منهما بل على جهد كل منهما اي تسري الكارباء من مواصل الاعلى جهدا الى المواصل الاقل جهدا حتى يتساوى الجهدين رقم اثنين وحدات قياس الكارب انا لسه يتقل ليه من الفولت هو واحدة قياس فري الجهد الكارابي الذي تسبب في صريان الطيار كده دخلنا في حاجة تانية يبقى الجهد غير الطيار تسبب في صريان الطيار الكارابي ويعبر عن جهد البطارية او المولد الكارابي بوحدة من الفولت ولذلك احنا قلنا جهد البيت ميتين وعشرين فولت تمام بتنشوف اللي بعدها الامبير وعد قياس شدة الطيار تبديه بقى بعد ازدك كده هنقولها ازاي تب يا سيدي ما احنا كلنا بنشوف العربيات يقولك انت البطارية دي سبعين امبير هو قاسب الطيار ولا بالطيار تلسه اي لنا الامبير بتاعت اي وكده برفع عليك يبقى انت كده خدت معلومة ان الامبير بتاع البطارية بتاع الجهد ده امبير يبقى واحدة قياس شدة مين شدة الطيار يقولك البطارية سبعين امبير اتنشار فولت انت دلوقتي قاعد معنا وبتشايفنا لما قولك التنشوف بتقول لي اه ده جهد البطارية اتنشار فولت برفع عليك وتبو سبعين امبير يقول لي لا ده شدة الطيار اللي هتخرج من البطارية سبعين امبير برفع عليك بقى انت كده خدت المعلومة اللي مخدتهاش بعرفت الفرق ما بين أيوة برب عليك الطيار والجهد التالتة بقى اللي هي المقاوم القوم اللي هي مين القوم القوم وحدة لقياس مقاومة موصل في الدائرة الكاربية والتي يتسبب عنها انخفاض في الجهد وتتوقف شدة الطيار الكاربي على العلاقة بين الجهد المتصل ومقاومة الدائرة الكاربية التي يتسبب عنها انخفاض في الجهد وهو مسمى بقانون أوم يعني إيه بقى الكلام ده بيدل على قانون أوم وحضركوا خطو في تلتة عدادة في الفيزياء قانون أوم لو فرق الجهد بين أو بالنسبة بين الطيار والجهد تساوي قيمة سبتة اللي هي المقاومة الأوم وحدة قياس المقاومة المقاومة عنصر أساسي من الدائرة الكاربية ولازم ونفهم ونشرح مع بعض معنى كلمة مقاومة هي الإعاقة التي يلاقيها الطيار أثناء مروره في موصل كمية الإعاقة دي قد ايه بتتبع حاجات كتير قوي نوع المقاومة قيمة الطيار المقاومة دي قيمتها قد ايه قيمة الجهد المصلطة على المقاومة إيه ده معنى ذلك أنه مش أي كاربة بتمر كده لا ده فيه عناصر للدائرة الكاربية فيه عناصر للدائرة الكاربية أحدهم المقاومة لازم أكون أعرف قيمة المقاومة في الدائرة اللي أنا شغالها دي ايه ولذلك بقولك النهاردة إن شاء الله بناخد أساسيات زي بيقولها كده بالطبيعة فرشة نعرف يعني ايه قسم الكاربة ايه العناصر اللي أنا ارتكز عليها عشان أطلع أو أخش قسم الكاربة وابقى مبدأ فيه يبقى أنا عندنا أول قانون حنشغل فيه اللي هو قانون قوم طب قانون التوليد حقول لي حضرتك على كل حاجة وقصوصا يعني العنصر الأثاثي لتشغيل الكهرباء في العالم كله في العالم كله اللي هو قانون فرضاي سواء للمولد أو للمحرك اللي هو بدع هذا القانون وعلى أساسه تولدت الطير الكاربي أو الجهد الكاربي قانون فرضاي سواء للمولد أو للمحرك لسه مرحلته إن شاء الله في المراحل الجاية لما نعرف الأول الوقاية من مخاطر الكاربة أنا مش ناسي العنوان لكن العنوان احنا بنقول قبل ما نخش على مخاطر الكاربة بعرفك بعد الوحدات عشان لا قدر الله رب نبعدنا وحرسكوا جميعا عن أي شر إن لو تلدع حد من الكاربة يقول لك السواخد أمبير شدة تار كذا قصو مقاومة الجسم بتاعته ضعيفة يبقى أنت عرفت المقاومة عرفت شدة الطيار عرفت الجهد اللي هيتسلط لو أنت شغال في مكان معين أو بتتعلم إزاي يقول لك لا الطيار ده عالي قوي هتعرف إزاي تيسه وتعرف أبديه خطورته ده أنا نشوفها بعد كده تأثير الطيار الكهرابي على جسم الإنسان ودي أبنان وبيناتنا حتى لو مدخلتوش قسم الكهربة وإن شاء الله جميعا أنا تخشوه لازم أو لابد أنك تكون فاهم حتى في الموضوع الإسعافات الأولية لازم يكون عندك نوعية إسعافات أولية لتأثير الطيار الكهرابي على جسم الإنسان ده في عوامل كتير جدا بتخش في الموضوع ده وسبحان الملك بتبقى في ناس يعني بتتفرج على حلالات قناة التعليم الفني وبيتابعوا أو بيستمعوا لزملائنا الأفاضل في كل التخصصات بيقولوا على بعض الحاجات اللي هي تأثيرات الكهربة على الإنسان تأثير الكهربة على الإنسان ده ممكن قوي حضرتك لقدر الله ماشي في مكان وحد لامس الكهربة وإنت افتكرت حلقاتنا هنا في التلفزيون أو افتكرت زملائنا الأفاضل وما بيشرحوا أو ده بيقول كذا لو يحصل كذا هعمل كذا فربنا بيجعلك سبب في نجاة إنسان إن شاء الله وبالعلم ثم بالعلم ثم بالعلم الدنيا بتصير تعالوا نشوفها تأثير الطريق الكهربة لو كان عالي أو حدوده إيه لقدر الله اللي يؤدي إلى الوفاة طب قدي إيه ممكن يعمل حر طب قدي إيه لقدر الله يعمي البصر فبقول لك زي ما قلناها برضو قبل كده إيه الكهربة ما فيهاش إعادة قسم التركيبات المعدات الكهربية الغلطة ما لهاش إعادة فلازم نعم يعني نعرف أهميته ونعرف خطورته قبل ما نتكلم عن أنا محضر لكم المناهج بتاعكم اللي هي اللي أنتم ممكن تدرسوها إن شاء الله في الكهربة تعالوا نشوف مع بعض كده لمعرفة الأخطار الحقيقية المتسببة من الطيار الكهربة ينبغي معرفة تأثير الطيار الكهرب على جسم الإنسان فإذا لمس الإنسان أجداء من منشآت أو تركيبات كهربائية عندما يكون الطيار الكهرب ساري فيها وكان واقفا على أرض جيدة التوصيل للكهرباء أو ملامسا لأي أجزاء إن شاءية من مباجي وغيرها ففي هذه الحالة أركزوا معايا ففي هذه الحالة يكمل جسم الإنسان الدائرة الكهربية أو فرع جديد في الدائرة الكهربية فيسري فيه الطيار الكهربية أي واب رفع ليك وعدة قياس الأنبياء إذا مصر يعني معنا ذلك إن جسم الإنسان لو لمسه يعتبر زي لمبة أنا ببسط الأمور آه آه يعتبر زي لمبة لها مقاومة الطيار يمر فيها بس مقاومة الإنسان للإنسان دا أو الإنسان دا مقاومته أدي إيه؟ تختلف طبيعة ربانية بقى طبيعة ربانية بقى في بعض الناس تتحمل طيار معين وفي بعض الناس تتحمل طيار معين فهمنا؟ إبقى جسم الإنسان كده دخل جوه الدائرة وما لو بيقرب إزاي؟ لأنه بيكمل الدائرة الكهربية يعتبر زي سلك أو حمل الحمل يعني إيه؟ يعني لامبة يمر فيها الطيار بكامل قيمته حسب الدائرة الكهربية ربنا سبحانه وتعالى بقى بقى من دينه مقاومة لترجع بقى لخلقة الله سبحانه وتعالى وتختلف تختلف المقاومة دي درجاتها أدي إيه؟ على حسب منت شغال إزاي؟ واقف على إيه؟ على أرض رطبة أو أرض نشفة أو 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 فالعوامل دي كلها بتؤدي إيه لقدر الله لحدوث الإصابة المميتة تعالوا نشوفها بعض وفقا لقانون قوم فإن شدة الطيار المار في جسم الإنسان ركزوا معي بقى ركزوا معي بقى ها؟ تتوقف على الجهد الكهربائي بالفلد وبقاومة جسم الإنسان للكهربائي خدتوا بالكوا أديه؟ يعني طيار وجهد ومقاومة ولذلك في بداية الحالة أو من ديتين كنا نتكلم على التعريفات الجهد والطيار والمقاومة والكلمة طلعت مع شاشتنا جميلة شاشة القناة تعليم فني وفقا لقانون قوم فإن شدة الطيار المار في جسم الإنسان تتوقف على الجهد الكهربائي بالفلد صح ومقاومة جسم الإنسان ولسه إحنا ما كملناش ديتين طب مقاومة تتأس بيه؟ ده إحنا لسه إلينا كمان بالقوم تعالوا نشوف ويظهر بقى تعالوا نشوف بقى لقدر الله يظهر تأثير الطيار الكارابي على جسم الإنسان عادة في صورة إثارة وتهيج وحرارة دي اللي هي اللدعة دي يقول لك اللدعة من الكارابة سلك لمس فيه بس ما ممرش فيه الوقت الكافي وتأثير الإثارة والتهيج يظهر على عضلات الجسم والقلب والدورة الدموية والجهاز العصبي المركزي بينما تأثيره كده احنا خلصت التأثير الكارابي تأثيره الحراري يظهر على هيئة حروق بسيطة اللي هي الشرز شرارة أو شديدة تصيب أجذاء الجسم التي سرى فيها الطيار الكارابي وقد تحدث التواءات مفاجئة في أطراف الجسم أو أعضاء وتنكسر بعض عظامه نتيجة التقلص المفاجئ السريع في العضلات التي يسر فيها القيار يا ده خطرتها جامد ده كلام يعني أقولك يعني النقيد بتاعها ودي حاجة رباني يعني النقيد بتاع الحاجات اللي احنا قرناها دي كلها حروق وارتخاء في العضلات وتكسير في العض هقولك برضو يعني لقى فايدة حضرتك لقدر الله لما بيحصل اغماء في غرفة العمليات لقدر الله ربنا يعافينا جميعا بيقولك صلى تعاليه فولت تعالي بيعمل ينعاش ليه الدورة الدموية يعني زي ما هو مميت ربنا جعل فيه سبب للحياة ده قسم الكهرباء زي ما يعني يعني ناس اتخضت من الحاجات اللي بي بتعملها الكهرباء في حياتنا او في استعمالنا الخاطئ او في تعرضنا للصدمات بتاعتها النقيد بتاع الميزة الميزة ايه دلوقتي بقى فيه قلب صناعي يشتغل بالطاقة الكهربية يشتغل بمحركات معينة وبأدوات معينة مش كده ولا ايه وفيه ده فيه كمان عامل روبورت كامل يشتغل بالطاقة الكهربية فمعنى ان الاصابات بتاعتها جديدة بالشكل ده وبتعمل حرائق وبتعمل لكن ليها نقيد ايه النقيد زي ما هي بتحي لا المحي المميزة والله سبحانه جل في وعلا هي بنقول الحاجة اللي بتعملها والنقيد السليم بتاع يعني زي ما ليها اخطار ليها مميزات وايه امتيازات مش كده ولا ايه تعالوا نشوفها بعض طيب الحوادث اللي احنا قرناها في السلايت اللي فات دي اكيد لها عوامل يعني ما بتجيش كده اي حد يشتغل في القرابي واقف مرعوب لا 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 في عوامل معينة ولذلك احنا قلنا لك السيفتي الامان اسمع كلام رؤسائك في العمل اللبس الادوات ازاي تستخدم الالة ازاي تشتغل معها تعالوا نشوف مع بعض كده تتأثر نتيجة الحدثة تتوقف نتيجة الحدثة التي تسبب او التي تقع بسبب الطيار القرابي على شدة الطيار ومصارف الجسم شدة الطيار ومصارف الجسم كأنه يسري خلال القلب مثلا او لا يسري فيه اه اخطار جسيمة لكن هو الطيار حيمشي فين ممكن يمشي في الايد ويقطف وخلاص احس بالرعشة او الدخة بتاعتي وخلاص لكن لقدر الله السلك يدخل على او الكبل لمس القلب ما فيهاش فصال ما فيهاش فصال مدته قد ايه كميته قد ايه دي بقى هنقعد نتكلم فيه تعالوا نشوف مع بعض السلايد بيقولي هنا وتتوقف نتيجة الحادثة التي تقع بسبب الطيار الكهربية على شدة الطيار ومصارف الجسم كأنه يسري خلال القلب مثلا او لا يسري فيه يعني ممكن ما يوصلش للقلب وزمن التعرض له لذلك الساقة الكهربية اللي بيفواؤه فيها المريض في غرفة العمليات بتبقى ما بتكملش سانيتين وتتوقف رجاءنا الكلام الكهرباء وتتوقف مقاومة جسم الانسان للكهربة على حال الجسم الانسان وعلى المسافة المتلمسة مع الكهرباء وحالة الجلد وسمكه ودرجة جفافه نقولها تاني طيب نقول تتوقف مقاومة الجسم الانسان للكهرباء على حال الجسم الانسان يعني حالت حقولك عليها دلوقت وعلى المسافة المتلمسة مع الكارباء وحارة الجلد في بعض الناس بجلدها خفيف وسمكه ودرجة جفافه بمعنى ان جسمه يعليه مية او لا او رطبته فالجلد الرقيق الرطب مقاومته صغيرة والعكس صحيح في جدول يوضح نسبة شدة الطيار وتأثيره على جسم الانسان المفروض ان احنا هنوره لكم دلوقتي بس يعني هنقول لك عليه قيمته وفي الجدول دوت حقول لك موجود ان شاء الله لما تخش في القسم الكارباء هتلاقي فيه حوالي هم حوالي اربع خمس جداول يعني ما قلناش نخض الناس فيه هم مداخلين على التخصص او كلام تعالوا نشوف سلايت تاني اسباب الحوادث ايه اللي يخليك توصل للمرحلة ان الكارباء اللي قدر الله تيجي نحيتك اسباب حوادث الكارباء تتلخص اسباب الحوادث الناتجة عن استعمال الكارباء في القاتل طب نتكلم معها مع بعض ولا نقولها على طول كتاباتا طيب تقولها مع بعض يلا واحد التحميل الزائد مشغل المروحة اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة مش عايز تبطلها ساعة طب المروحة دي ممكن السلك يتحرق السلك ذات نفسه او السيخ اللي انت معلق في المروحة ممكن مع السخونة يسقط ما دي مشكلة التحميل الزائد لزياد شدة الطائر الكارباء بين المعدات والمحركات والاسلاك الكارباء هادي يقولك ده السلك بيولع ده الشقة ولاع انت مو من ايه انت محمل الانوار كلها اربعة وعشرين ساعة السلك ده له حمولة معينة حيسخن وبعد ما يسخن هيعمل الشرطة بتاعك رقم اتنين سوء استعمال معدات والادوات بتمسكش بتمسكش زرادية عريانة رقم تلاتة استعمال معدات وادوات كاربائية تالفة ودي لازم نوضح ابنانا وبناتنا في البيوت يقولك بس هات سكينة افك بيها المصمر ده طب نفترض الجهاز مواصل الكاربا والسكينة طبعا مش معزولة حدا كنت بتفكر المصمر بتفكر المصمر ايه لا يحصل السكينة هتلامس معاك لقدر الله طب في بعض المعدات ييجي قولك ايه بس هاتلي الشاكوش بس هلمس السلكتين دول شاكوش طب الشاكوش دي يلمس سلكتين الشاكوش بحفر بيه او بيضرب يعني على المصمر طب بس هاتلي الاجنة بس ازنوا السلكة دي اجنة تزنوا السلكة دي طب ما الاجنة دي وانت بتعمل السلك دي السلك اريان لمست ايه اللي حصل استعمال ادوات غير صحيح او تالفة او غير مخصصة بقسم الكهرباء مهم جدا المفاك بتاعك لازم تكون معزول الزراضية اللي انت بتمسك بها السلك لازم تكون معزول يا عمي خليه على الله بس ده انا يعني راجل ده انا معايا يا سيدي معاك كل حاجة معاك الاعلم كل قواعد الامان فين انت بتمسك السلك بيديك ولا بالزراضية العريانة مش مغلفة ليه اه عب بس هنا قشر السلك اتقشره بايه بصفية منشار طب فيه الصافة ومعزولة انها مسافية منشار ده كلها عديد وهب بس هنا قشر السلكة دي طب انت لما قشر السلكة دي ويقربة شغالة لا قدر الله يطيط عمرك معاه مش كده ولا ايه في بعض القواعد لذلك بنقولك الاسباب اللي هتؤدي للمخاطر واللي تخضطوا عليها من ديتين من اللي فاتت نصريتين اللي فات اللي احتين اللي فاتوا اللي تعرضوا على شاشتنا حسوك ان الدنيا لا في حاجات معينة صغيرة جدا اللي هي بيقولك قواعد الامان ولذلك اول ما بدأنا حلقاتنا وزملائنا الافاضل في كل التخصص بيقولك قواعد الامان في التخصص التزم بقواعد الامان هتبقى كويس جدا في كل حاجة تمام يبقى اول حاجة التحميل الزايد تلاقي التكييف مسلا على سبيل المثال شغلت مه وعشرين ساعة وهو بتشم راح الشياط بفوت تفسل الكهرباء لا تروح تبص تشوفي ايه ده السلك بيشيت فانت كمان عايز تقرب وشك جنب منه لا طبعا لا طبعا زي انا بتكلم في امثلة بسيطة بنلمسها في حياة العملية مطور المية مثلا عندنا في البيت واحد راح رفع المفتاح وسايب المفتاح ربعة عشرين ساعة طيب السلك بنلاقي عليك اللي هو المفروض انك تشغاله مثلا ساعة وساعتين وتفصل مطور يرتاح وبعدين تبتلي تفصل تاني طبعا في مواتير في اماكن معينة عشان ما حدش يلحاني في الكلام مخصصة ان هتشتغل ربعة عشرين ساعة انا ما منكرش هذا الكلام انا مكلم على الحالة عامة بتاعتنا احنا البيوت عندك المطور رفعت المفتاح وسلت المطور يشتغل اربعة وعشرين ساعة في لقى نقول لكم المطور تحرق ليه طب دا يعني نقول له ايه المطور حملت عليه اربعة وعشرين ساعة قال ما هو اه واحنا عايزين مية طب ما هي سيدي افصل وافتح يعني نص ساعة وافتح لا احنا عايزين طب اربعة وعشرين ساعة الحمول ضغط المية وضغط الحملة دا مع سخونة الجو السلك هيتحرق والمطور هيتحرق ومش هتاخد مية تاني في حاجات قواعد اساسية دا التحميل الزائد انك بتحمل جامل يعني على سبيل المثال يقول لك ايه انا احمل الشقة دي كلها على الفردتوندل بس طب ما تقسم وده اللي احنا بناخده بقسم الكهربة تقسم الاحمال على كذا مفتاح وبعد كده احنا قلنا استعمال الادوات غير صالحة لمس اجزاء كبقاربة طبعا اي زي التلاجة الافلة لما تيجي تعمل الافلة في الدايرة عدم موجود سلك التقريض موجود وده هنتكلم عليه في الحلقة الجانية ان شاء الله عدم استعمال وده مهمة جدا معدات الوقاية الشخصية توصيل او فصل الحملة بطريقة غير مأمونة يعني توصل والسلك اريان يعني عربط السلكتين ده والمطور يشتغل دلوقتي طب ما ده غلط ده ابنانا وبناتنا اللي بنقول عليها الاسباب اللي بتوقع او بتوصل لكهربة طبعا في حاجات معينة في الحاجات اللي احنا قلنا عليها ناخد بالنا من الاسباب اللي توصل ان تحصل لقدر الله قصر او قفلة في لقسم الكعرباء او الكعرباء عموما في حياتنا العملية ابنانا وبناتنا يعني النهاردة ادينا زي بقولوا فرشة كده على قسم الكعرباء للتعليم الصناعي وما يعني انحيزنا شوية لقسم الكعرباء ولكن اتكلمنا على الاقسام للتعليم الصناعي تقريبا كلها وانا كل الاقسام بتوصل لكليات محترمة جدا ومنها الهندسة ومنها المعاد الفني الصحي اللي هو فني اجهزة طبية وفيه كلية الفنية الطبية وفنون الجميلة وكلية التربية وكلية التعليم الصناعي و المعاد الفني المعاد الفنية كبيرة جدا بالاضافة طبعا اولة ارصوم معاد الفني قات مسلحة فاتكلمنا عن كمان ما معنى كلمة هندسك عربية وقلنا كلام ده كله وقلنا احتياطات ابنانا وبناتنا الى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم نرجو نكون أسعد لكم بإذن الله وإلى اللقاء في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته